قد يكون من السهل الربط بين الارهاب الذي تمارسه الجماعات المتطرفة في العصر الحاضر والممارسات التاريخية التي كانت تقوم بها جماعات قبل قرون تشابه في المضمون واختلاف في الاسلوب هو اقل ما يربط بين الافعال التي كانت تقوم بها جماعة الحشاشين الفرع النزاري من الدعوة الاسماعيلية والافعال التي يقوم بها تنظيم القاعدة وداعش في الحاضر الموت من اجل العقيدة كان المحرك الاساسي لجماعة حسن الصباح في قلعة الموت الى الغرب من طهران في ايران قبل اكثر من عشرة قرون ويبدو ان الادات نفسها تحكم العمليات الانتحارية التي يقوم بها داعش والقاعدة بعد الف عام استراتيجية عسكرية لا تقوم على المواجهات والقتال التقليدي بل على الاغتيال والانتحار وهي استراتيجية الحشاشين والقاعدة وداعش التشابه بين الحشاشين وداعش رغم الاختلاف المذهبي يعود الى ادراكهم لعدم تكافؤ ميزان القوى مع الطرف الذي يقاتلونه والطبيعة العنفية للطرفين والرغبة في النيل من الخصوم باغتيال شخصيات بارزة وتوجيه ضربات استباقية تحدث خلخلة لدى معسكر الطرف الآخر والقيام بعملياتهم في العلن لبث الرعب والخوف في الآخرين ولعل محاولة اغتيال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف عام 2009 حين كان مساعدا لوزير الداخلية ولاحقا استهداف ضباط أمن أبرز مثال على التشابه بين الفكرين خاصة وأن الانتحار يضمن للجماعة الحفاظ على أسرارها ترجمة نانسي قنقر